بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل التستوفيبوثيس اللي احنا بدأناها المحاضرة اللي فاتت إن شاء الله، و هنتكلم بقى في البروبورشن اللي هو النسبة يعني احنا خدنا في المين وقسمناها greater than 30 و less than 30، هنا بقى مفيش تقسيم، هنا البروبورشن ده حاجة واحدة ايه هي الستيبس؟ مش هنلاقي اختلاف كبير، إلا في الفورمولة طبعا الهو والهو نال هيبوثيس والالترنتف هيبوثيس بي ايكول و بي نوت ايكول فيش كلام، النسبة دي انا حدها لك طبعا، وانت تنفي في الفرد البديل الالفا وان يا فايف يا تن، نفس الكلام ولو ما قلتش تبقى فايف تعالوا بقى نشوف التست بيقول ايه، او الفورمولة بتقولي ايه calculated z equal b bar minus b divided by one minus b over n بي بار او بي هات اللي يعجبك، احنا عاوزين بس نميز ما بينهم عشان في البي بار او البي هات دي اللي هي proportion in the sample يعني دي في العينة، طب البيت اللي هي اللي احنا افترضناها في النال هيبوثيس والالترنتف دي دي بتاعت البيبيوليشن طيب بتاعت البيبيوليشن دي هتبقى given، البي بار هتبقى given؟ لا انت اللي تجيبه او البي هات، x over n، يعني عدد اللي بيتمتع بالخاصية على حجم العينة او على السامبل كلها، انا عندي مثلا خدت ميت شخص عاوز اشوف فيهم كم واحد بيدخنوا يبقى ستين على مية لو كان عدد المدخنين ستة، يبقى هي النسبة ستين على مية عندي خمسين، عاوز اشوف كم واحد نجح من الخمسين لقيتهم مثلا اربعين، يبقى اربعين على خمسين هما دول نسبة النجاح make here calculation اوها تحسب في الخطوة ثلاثة، احنا هنعمل حساباتنا في الخطوة الرابعة الكريتيريا او المعيار اللي حمش عليه normal distribution في النص acceptance area وفي الاطراف ال rejection area وخد بالك الارقام برضو هي هي اللي احنا عارفينها بتاعة الزد negative 1.65 والplus بتاعت negative 1.96 والplus بتاعت negative 2.58 والplus بتاعت بناء على ان دي تسعين في المية خمسة وتسعين تسعة وتسعين ناخد القرار برضو نفس الكلام لو calculated z هتقع في acceptance area accept HO reject HO لو وقعت في ال rejection area يمين او شمال يبقى accept H1 و reject HO نشوف example أنا عندي هنا بقول لك عندي السامبل بتاعتي 418 لقيت منهم 80 LOS يبقى هما دول اللي بيتمتعوا بالخاصية يبقى دي ال x ال alpha 10% كويس اوش يبقى انا مش محتاج حاجة تانية محتاج حاجة إلا بس ال b ال b 22% ال b دي اللي هي بتاعتي ال population ال first step تعالوا نقول ال HO b equal 22% وال H1 b not equal 22% ال alpha 10% انا اللي ايلها لك جافن احنا قلنا لو ما قلتش يبقى 5% المهم هنا ايلها لك الخطوة التالتة calculated z b bar minus b divided root b 1 minus b over n طب ما تيجي نجيب ال b bar او b hat اللي يعجبك x over n هما اللي قالوا yes 80 وكانت السامبل كلها 418 نقسمهم على بعض يبقى 0.19 تعالوا بقى نطبق الفورم اللي هنا في الخطوة الرابعة مش الخطوة التالتة ال b bar طلعت 0.19 وال b 0.22 اللي هي 22% divided 0.22 طايم 1 minus 0.22 divided n اللي هي 418 تطلع كم؟ هتطلع negative 1.48 الكريتريا هنعمل الكريتريا normal distribution هنحط الacceptance في النص والrejection في الأطراف طب هنحط حدود منطقة الacceptance area negative 1.65 على الشمال و positive 1.65 على اليمين ليه؟ لأن دول اللي بيقابلوا confidence level 90% أو alpha 10% تعالوا نشوف في القيمة في الخطوة الرابعة طلع كام calculate z negative 1.48 تعالوا نشوف هل هي قبل negative 1.65 لا هل هي بعد 1.65 بال positive لا هل هي between negative 1.65 و positive 1.65 ايوة طبعا هي طاقة ما بينهم لأن احنا قلنا الخط اللي تحت ده عبارة عن الnumber line أو خط الأعداد الزيرو في النص negative 1 negative 2 negative 3 وهكذا على الشمال 1.2.3 وهكذا عليمي طالما وقعت في الacceptance area يبقى accept HO و reject H1 يبقى أنا قبلت الفرض الأصل اللي بيقول لي ميو equal 22% ورفضت الفرض البديل اللي بيقول لي إن البي not equal 22% نشوف example تاني بدي لك هنا الHO والH1 جهزين معاوض هنا عينة عندي عينة من 120 لقيت فيهم 30% 30% آه دي جاية جاهزة البي بار كمان و 5% اللي هي الألف تقول لي وأنا لازم في المسألة دي أقول لك هيعمل تسبب test of hypothesis لا على فكرة أنا ممكن أسألك على حاجة أخذ رأيك في حاجة طالما بأخذ رأيك أهو بص بيقول لك what is your decision يعني عاوز أقول لك رأيك إيه فمعنى هذا إن test of hypothesis كل ما سأله أنا بأخذ رأيك في حاجة بتقول لي طب أنت قبل كده كنت بتاخد رأيك لا أنا كنت بأطلب منك حاجة يعني بأقول لك what is the probability of كذا كنت دايما أقول لك ما أوجد كذا find the probability of كذا لكن هنا بأقول لك what is your decision يعني مش لازم أقول لك test of hypothesis المهم H O B equal O point 40 H 1 B not equal O point 40 alpha 5% على فكرة ما كنتش لازم أقولها لك وإحنا بنفطردها دايما 5% إذا لم تذكر ال N 120 ال P O point 40 أنا مدها لك وال B bar كمان أو ال B hat مدها لك مش أنا أقيل لك sample وبعدين جايب لك نسبة النسبة اللي أنا مدها لك ده هي ال B bar جاهزة إحنا كنا متعودين في المسألة اللي فاتت أدي لك عدد يتمتع بخصية من ال 120 وتقسمه على ال 120 فيطلع ال B bar أو ال B hat لا هنا جاية جاهزة طيب الزد هنا الزد C B bar minus B divided B 1 minus B over N طيب اللي في between براكت دي B مش Q اللي أعدلها يعني طيب ال B bar عندي O point 30 وبعدين minus O point 40 وبعدين divided root O point 40 1 minus O point 40 divided 120 أخد بالك التعويض ده المفروض في الخطوة الرابعة مش هنا يطلع negative 2.236 طيب عاوزين نشوف الكريتيريا 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 بتاعتنا ال acceptance area في النص وفيه على الأطراف rejection area هناخد هنا حدود ال acceptance negative 1.96 وهنا positive 1.96 تعالوا نشوف هنا بيقع فين هل negative 2.236 ستقع قبل negative 1.96 أيها طبعا لأنها مش أكبر من 1.96 مش between negative 1.96 وبودت 1.96 طالما وقت في rejection area يبقى اتخاذ القرار اللي أنا هقوله ان احنا reject HO وaccept H1 ودي exercise تحلها عشان نتمرن